أنا ببقى سعيدة جداً وعارفة كمية الأعمال اللي احنا عرضنا كده كليب لكن عارفة ان انت عندك أعمال كتير جداً اشتغلتي عليه البداية كانت ازاي معاك يا كلمينا البداية خالص يعني بداية ما اشتغلت لا يعني أنا عارفة بداية ما اشتغلتي كان مع الرائع خير بشارة لكن البداية انت اللي خلاكي تبدأي تكتبيه وتروحي للشعر واللغة العربية انا هقولك هيا البداية وانا صغيرة خالص كت مع الوجع انا مولودة في حي شعبي فقير حي الدرب الأحمر وسط ناس كلهم بوسطة كلهم بيعني ده حي شعبي غني غني بالأثار بالتاريخ وبالثقافة بس الناس بسيطة وحياتهم بسيطة وفيها معاناة مع المعاناة بتاعة الناس اللي حولي ومنهم اهلي انا تولد جوية شعور بان انا عايز اعمل حاجة عايز اعمل حاجة للناس دي عايز اخفف عنهم باي شيء ولو حتى بكلمة فبدأت اكتب يعني خاطري حسيسي اللي عايز اقوله لهم وقدرت وكبرت معايا حكاية لحد ما تقبلت مع المخرج الكبير خير بشارة كان في الفيلم بتاعه وعملتي اغاني الفيلم وبعد كده مع يسرى وجات الحرارة اللي احنا شفناها كان انت اغنية من ضمن اغاني الفيلم من ضمن اغاني الفيلم البداية كانت سهلة معاكي خيري بشارة كمين مخرج يعني دقيق وتفاصيل الدقيق واستاذ كبير وهو بيشتغل عمل دايما عنده يعني زي من كون فتح مختبر كده هو عمل يجرب يجرب المشهد ده يجرب الغنوة دي بالطريقة دي لأ ممكن لو بطريقة تانية حطت لها تصور تاني يبقى افضل فانا كنت معايا لمدة سنة كاملة بنعمل اغاني الفيلم اي فكرة قد بتخطر على باله او بيبقى شايف ان هي مناسبة اي تعديل بيعمله في السيناريو وبيغير في الغنوة انا كنت معايا تعبت شوية بس كنت حابة التجربة وكنت حابة اشتغل معايا وجودي معايا كان مفيد جدا ليه الحقيقة طبعا اكيد ودي بزا تأول تجربة اه كتأول تجربة